دعا أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي وزارة الخارجية إلى فرض أقوبات اقتصادية على تركيا على خلفية تشغيلها لمنظومة صوريخ S-400 الروسية ففي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية ماك بومبيو حفى كل من السيناتر الديمقراطي كريس فان هولند والسيناتر الجمهوري جيمس لانكفورد حفى إدارة ترامب على فرض أقوبات ضد تركيا بسبب اعتزامها تجربة نظام S-400 على طائرات أمريكية تصنع كذلك دعا رئيس لجنة الاستخبارات في الكونجرس الأمريكي أدم شيف دعا في تغريدة على تويتر إلى التعامل مع تركيا بصلابة